أنا بستغرب أنا أتذكر كويس جداً حلوان كان فيها تكنولوجيا حلوان ده من زمان جداً جداً يعني وكانت تخرج مهندسين ميمية مش هزار العالم كله ما يطلق عليه معها التكنولوجيا هو أقوى وأرقى وأصعب في الالتحاق من أي كلية هندسة فأدخل جامعة تانية يعني لو أنا داخل MIT في أمريكا فأنا لازم أحقق أصلاً درجات عالية جداً في المدرسة وقدم بروجيكت قد كده ما يخرش المية علشان بس يفكروا يبصوا في ورقي كده ويقولوا آه ماشي يعني أوكي بس هتدفع الاربعة وستين ألف دولار وأنا عارف الرقم هناك في أمريكا في أمريكا في أمريكا تحديداً قد إيه عندي لو ما فيش أي منح وصعوبتها أكتر من أنا خش جامعة هارفرد كذا الحال المعهد بتاع سويسرا برضو بتاع التكنولوجيا والمعهد الفيدرالي الكليات دي أو المعهد التكنولوجيا دي كبيرة قوي 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 ودي اللي بتقود قاطرة التكنولوجيا والبحث العلمي في الفيدرالي زي كالتاك ده اللي كان فيها دكتور زويل بالمناسبة صحيح إحنا لا إحنا ليه بصين على معاهد التكنولوجيا أو كليات التكنولوجيا أو جامعة التكنولوجيا بيعتبرها يعني بس أصلاها مش هندسة يا إزاي إذا حنا كده بنعمل العكس تمام هو بره عشان أنا ألتحق بالتكنولوجيا معناها إن أنا بني آدم بفكر كويس جداً عندي إمكانيات ذهنية ويدوية اللي تنمع بعض عالية جداً طيب إحنا ليه وقفنا يعني في فترة معينة من الفترات ليه ليه الدنيا مش بتتحرك الدنيا مش بتتحرك لأن أنا دلوقتي لو أنا مثلاً مشكت شركات قطاع خاص مثلاً هنا بمصر هتلاقيه إن هو بياخد المهندس لمجرد الشهادة بسلري وبياخد اللي خارج من كليات تكنولوجيا بسلري تاني طيب بدأ يحصل شوية حاجات يعني لو حضراتك تفتكر كان في معهد اسم الكفاية الإنتاجية المعهد دوت كل الطلبة اللي فيه طلبوا إنه هم يتحولوا كلية تهندسة وتحت الضغط يتحولوا فعلاً لكلية إيه؟ لكلية تهندسة طب هو ليه طلب كيف؟ بروف عليك ليه؟ لإني أنا الثقافة بتاعتي نفسها أنا ما طورتهاش ما هو أنا أنا لازم أعمل الدعم المعنوي لللي داخل عندي ده للأسف إحنا كنا مفتقدينه شوية كعضاء هاي التدريس وفي نفس الوقت المجتمع نفسه ما كانش بيساعد على كده ألا أنا معيك كمّل تمام فإحنا الحمد لله الحمد لله دلوقتي بدأت الثقافة تتغير بدأنا نبص على النماذج اللي حوالينا اللي نجحت وبنحاول إن إحنا نمشي في الرجل بتاعهم واحدة بواحدة والحمد لله بقى الفلد كله بيساعد على كده سواء الناس جوا للكليات سواء الناس برا الثقافات بدأت تتغير يعني الولاد عندي داخلين مبسوطين الولاد داخل عندي ده بمصاريف مش مجاني مش مجاني نفس المصاريف اللي بتتدفع فين نفس المصاريف اللي بتتدفع جامعة خاصة طب الولاد ديه ليه دخل للمجال ده ومدخلش جامعة خاصة مجموعه يجيب على فكرة في الجامعة الخاصة فبدأت الصخافة واضح إن الصخافة بدأت تضايا بدأنا نستوعب زائد إن إحنا الحمد لله في مجلس الكلية عندنا أعضاء من بره من شركات بره كأعضاء جوا المجلس فده بيساعد على نشر الصخافة بره فمن ضمن الناس يعني عضو منتدف في شركة كبيرة من شركات يعني التكيف والتلاجات وكده فالرجل ده بيقول أنا بحب يخرجي كلها عندك السبب إيه؟ الرجل ده مش يخترع تلاجة جديدة هو مش يخترع تلاجة جديدة إنت لو لو لاحظت مثلا يعني هايونداي هي ما بتغيرش في المطور على فكرة هي بتغير في الهيكل من بره اللي هيغير في الهيكل من بره ده مش مهندس اللي هيغير من الهيكل من بره ده واحد تكنولوجيست إيدي حلوى ليه هو مثلا على سبيل المثال هتلاقي أن تيوتا التغيرات بتاعتها هو بيلعب مع السرعة وقلة البنزين يعني أنا كل ما الهيكل من بره تسبيل بتاع إيرو ديناميك؟ الله يفتع عليك ماشي الكلام ده بيقللي استخدامي للبنزين استخدامي للبنزين اللي يتطقى بشكل عام برافو عليك فبالتالي أنا مش محتاج مهندس أنا مش هغير حاجات من جوه إرجنت أوي لا ده أنا بغير بس المنظومة من بره فبالتالي اللي إيده أحسن هو الأفياد ليه؟ بس مش هينفع مثلا أن أنا أقولي اللي إيده أحسن ده ميكانيك صغير يعني واحد معوشش هذا زي الأول الوابع اختلف موسيقى موسيقى